موسيقى نشرة اخبارية جديدة من قناة الغد المشرق نبدأها بالعنوين موسيقى قوات مكافحة الارهاب تبدأ حملة امنية ضد التنظيمات الارهابية في ابيان وارتياح كبير في اوساط المواطنين موسيقى ميليشيات الحوثي ترتكب عشرات الخروقات للهدنة الاممية في ساحل الغربي واستشهاد جنديا من القوات المشتركة موسيقى منظمة دولية ترصد مقتل واصابة اكثر من اربعين طفلا بسبب الغام ومتفجرات الميليشيات الحوثية خلال الاشهر الثلاثة الماضية موسيقى موسيقى اهلا بكم اهلنت قوات مكافحة الارهاب بمحافظة ابيان انها بالتعاون والتنسيق مع ادارة امن ابيان والقوات الخاصة نفذت حملة امنية خاطفة بوديان دلت ابيان وتأتي الحملة لمطاردة العناصر المتطرفة والخارج عن القانون هذا واستطاعت الوحدات العسكرية من تأمين تلك المناطق التي كانت تشكل خطرا على مدن ابيان والتي كانت تتخذها العناصر الارهابية وعصابات التهريب مواقع لتحركاتها المشبهة تعود قضية مواجهة التنظيمات الارهابية الى الواجهة وقد بدأت خلال الساعة الاولى من اليوم حملة عسكرية واسعة ضد عناصر الارهاب من تنظيم القاعدة في محافظة ابيان وقد استهدفت وحدات عسكرية قتالية من قوات مكافحة الارهاب بمحافظة ابيان بقيادة العقيد عبد الرحمن شنيني عدد من الوديان في منطقة دلتا ابيان وأوضحت قوات مكافحة الارهاب ان قواتها وصلت الى وادي سلا الجهة الشرقية لمركز المحافظة ووادي بغاثة وديان اخرى وما ان وصلت حتى هربت العناصر الارهابية الى المنطقة الوسطى هذه التفاصيل لا تأتي في وقت اكد فيه قائد مكافحة الارهاب في ابيان العقيد شنيني ان المواجهة الحاسمة قد بدأت ولن تتوانى القوات الامنية عن تكثيف الاعمال القتالية والامنية لاستئصار الارهاب والارهابيين اينما وجدوا ودعا العقيد شنيني اهالي ابيان وقبائلها الى الوقوف مع ابطال القوات القتالية من وحدات مكافحة الارهاب والقوات الامنية والعسكرية بكافة تشكيلاتها في معركة تطهير أبيان من العناصر الإرهابية ممثلة بتنظيم القاعدة الإرهابية مؤكداً أن الحملة الأمنية ستستمر حتى يستتب الأمن في المحافظة بشكل كامل هذه الحملة الأمنية تسير بترتيب وتنسيق كبيرين بين القوات الحكومية والحزام الأمني وقوات مكافحة الإرهاب لتأمين المناطق والمدريات التي شهدت أحداثاً إرهابية ونقل مراسلنا في أبيان أن هناك ارتياحاً كبيراً في أوساط المواطنين لبادئ هذه الحملة الأمنية وما ستحققه من عودة للحياة الطبيعية في المحافظة التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبيع دروس الزبيدي نائب المدير العام لمصاف عدن المهندس أحمد مسعد واستمع لشرح وافن عن مستوى الإنجاز في أعمال صيانة محطة كهرباء المصفى وأبرز الصعوبات التي تواجهها إدارة المصفى في مساعيها لإعادتها إلى الخدمة هذا وشدد الزبيدي على ضرورة إعادة تشغيل المصافي كمنشأة وطنية لرفض خزينة الدولة بالعملة الصعبة وخلق استقرار تمويني في السوق المحلية من جانبه أكد المهندس أحمد مسعد أن إدارة المصفى ستبدل قصار جهدها لإنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن خصوصاً في ظل تنامي الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح من استغلال الميليشيات الحوثية للهدنة في تعزيز حشودها من المقاتلين والسلاح والعتاد لجبهات القتال في محافظتي مأرب وتعز وأوجه العميد طارق خلال اجتماع مع قيادة محور تعز برفع مستوى الانضباط والجاهزية للتصدي لأي تصعيد كما نوها بتجاوب المملكة العربية السعودية وموافقتها على تمويل مشروع تنفيذ طريق تاعز الكدحة والمخاة أكد رئيس الفريق العسكرية التابع للحكومة اليمنية لواء سمير الصبري استمرار موقف الحكومة في تعاطي مع الهدنة بشكل إيجابي جاء ذلك خلال اللقاء الفريق مع المختصين في مكتب المبعوث الأممي عقب وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان ويهدف اجتماع اللدنة العسكرية لمناقشة تثبيت الهدنة خاصة من الناحية العسكرية بعدما شهدت العديد من الخروقات من قبل ميليشيات الحوثي سواء من حيث إطلاق النار أو المسيرات أو الصواريخ على الأحياء والمدن السكنية والتحشيد في جبهة القتل قالت القوات المشتركة إن جنديا من عناصرها استشهد جراء خروقات جديدة لميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربية والتي بلغت أكثر من 73 خرقا خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية وأوضحت القوات المشتركة أن وحدات الرصد وثقت أكثر من 47 خرقا جديدا في ذات المحور شملت بينها طيران مسير استطلاعي وفي محور البرح غرب تعز وثقت وحدات الرصد أكثر من 26 خرقا جديدا في قطاعي الكدحة ومقبنة حاولت خلالها الميليشيات تحقيق إصابات مباشرة في مواقع عسكرية تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك أعلنت ميليشيات الحوثي عن جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بنسبة كبيرة تصل إلى 70% وبلغ سعر الجديد لسعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا 14 ألف ريال فيما وصل سعر صفيحة الديزل لعبوة 20 لترا إلى 17 ألف وخمسمائة ريال يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل فيه المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة بشكل طبيعي وفقا لبنود الهدنة الأممية دانت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل جريمة تفجير ميليشيات الحوثي لمنازل ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة في محافظة عمران وأكدت الهيئة أن الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتكبها الميليشيات ضد اليمنيين المخالفين لمشروع أفكارها ومعتقداتها وإنما تأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ممنهجة تمارسها ميليشيات الحوثي بشكل شبه يومي ومنظم أكدت منظمة أنقذ الأطفال الدولية أن الألغام الأرضية والدخائر غير المنفجرة كانت الأكثر قتلا للأطفال في اليمن منذ إعلان الهدنة الإنسانية حيث تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 42 طفلا بين إبريل ونهاية يونيو من العام الجاري وقع الطفولة في اليمن تحكيه قصصهم الأليمة ويرسم ملامحه وقعهم المرير فثلاثي الفقر والجهل والتجنيد شبح يطارد الطفولة ليطمسها ويضيعها وحديثا الألغام التي تتفنن الميليشيات بطرق إجرامية في زراعتها في الأراضي السكانية وبين المدنيين لترتفع بسببها أعداد ضحايا الألغام من الأطفال بشكل مهل بيان صادر عن منظمة أنقذ الأطفال الدولية يظهر تحليلا جديدا بأن الألغام الأرضية والدخيرة غير المنفجرة كانت مسؤولة عن أكثر من 75% من جميع الإصابات المرتبطة بالحرب بين الأطفال وأضاف البيان أن الأطفال على وجه الخصوص يهدون أكثر عرضة لمخاطر تعرض للدخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية بسبب خفاض الوعي وفضول الاستقصاء الشديد من قبلهم وفيما ترفض ميليشيا الحوثي تسليم خرائط الألغام التي ترعاها في المناطق المحررة شددت منظمة انقذ التفول على ضرورة الإسراء بإزالة الألغام الموجودة والدخائر غير المنفجرة واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من التأثير المتزايد لها دعيتنا المنحين إلى توسيع نطاق توعية وتوفير المعدات التقنية اللازمة لتمييز وإزالة دخائر والألغام غير المنفجرة حتى يكون الأطفال ومجتمعاتهم على دراية بالمخاطر ويقل مستوى الإصابات الجدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي هي الطرف الوحيد في زراعة الألغام في اليمن حيث حولت البلاد إلى أكبر حقل للألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ويسقط ضحايا من المدنيين بشكل شبه يومي وبكل أسف يعد ساحل الغربي الأكثر عددا في ضحايا مخلفات ميليشيات الحوثي من الألغام أطلقت منظمة حق للحقوق والحريات تقريرا يتحدث عن الإرهاب والفوضى وانتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز وتضمن التقرير رصدا وتوثيقا لعدد كبير من الانتهاكات الواقعة في المحافظة عقدت منظمة حق للحقوق والحريات مؤتمرا صحفيا لإشهار تقريرها المعنون محافظة تعز بين أنياب الإرهاب والفوضى الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان ما يجري في تعز من انتهاكات خارج إطار القانون للنشطاء الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء المجتمع المدني وما يجري أيضا من عمل قتل ومداهمات وملاحقات واختطاف وتعسف وتعذيب هي قرائم ضد الإنسانية قرائم ترتقي إلى قرائم الحرب تعز لها عدة محاور كل منها يريد أن يأخذ نصيبا من الإرهابيين ومن الداعش ومن الحجد الشعبي ومن الخلايا التي تعطل الحياة في تعز ولكن هذا الأمور كلها منهجة للضغط على أن تكون تعز غير آمنة حتى يتم عملية نزوح أكبر لعدد المواطنين إلى المناطق القريبة منها والتي تعتبر أقربها عدل وخلال المؤتمر أزجع على الحضور نسخا من التقرير باللغتين العربية والإنجليزية احتوت النسخة العربية على 46 صفحة شملت بيانات وإحصائيات حول جرائم وانتهاكات وإفادات لضحايا وأسر ضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي رصدتها المنظمة بنزولاتها الميدانية ما يقارب من 170 إلى 200 فرد من مختلف التشكيلات العسكرية وميليشيات الحز الشعبي تهاجم أسرة وتقوم بتصفية أربعة أفراد خارج من طاقة القانون وحتى أن بعض تم تصفيتهم في المستشفيات وقهض قنين وقريح واحد ولم يمتقى إلا شخص واحد فقط من أسرة الحرق وهذه تعتبر إبادة جماعية وتصفية عنصرية بعد الحرب والفوضى والفق والأمنية التي يكون موجودة تحدث سيطرة بعض الميليشيات على الوضع وعمل كل شيء صالح مثل نهب الأراضي عمل القباية والاستحواذ على كل الموارد كانت مادي حتى الموارد البشر تستحواذها بدأت استخطاب الشباب في المعسكرات لأغراض الشخصية وفي ختام المؤتمر رفعت المنظمة عددا من التوصيات التي استنكرت في مجملها تلك الجرائم والانتهاكات ضد مواطنية المحافظة ومحاسبة مرتكبيها وضرورة حماية الحقوق والحريات صلاح العاقل لقناة الغد المشرق عددا أقدمت ميليشيات الحوثي على منع المزارعين من تصدير البن اليمني إلى الخارج وذلك ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تدمير القطاع الخاص العامل في المناطق اليمنية التي مزالت خاضعة لسيطرتها في بلد يعد الموطن الأول للبن في العالم وسيطر البن فيه على التجارة العالمية بشكل مطلق على مدى قرنين من الزمان وبعائدات مالية كبيرة على الدولة أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية مؤخرا على منع المزارعين من تصدير البن اليمني إلى الخارج وذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الميليشيات بهدف تدمير القطاع الخاص العامل في المناطق اليمنية التي ما زالت خاضعة لسيطرتها كما وصفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة صنعاء بأنها خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تدمر القطاع الخاص العامل في تجارة البن واستنكر القطاع الخاص العامل في مجال البن والممثل بلجنة مصدري البن اليمني في الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء الإجراءات التعصفية الأخيرة بحق المصدرين للبن اليمني والمتضمنة استحداث إجراءات غير قانونية والتعدي على شحنات البن المصدرة لتجار وإيقافها من جانبها أوضحت لجنة مصدري البن اليمني في الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء أن تلك الإجراءات التعصفية المستحدثة تؤدي لهدم المنتج المحلي والذي يسبب بالضرر البالغ ليس فقط على القطاع الخاص لكن أيضا على قطاع الانتاج اليمني للبن بحسب البيان وأعربت الغرفة التجارية في بيانها عن أملها بأن تتوقف الإجراءات التي تدمر القطاع الخاص العامل في مجال البن وتصديره وحسب دراسة نشرتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية فإن البن اليمني هو الأجود والأفضل في العالم ويصل سعر الكيلو منه إلى خمسمائة دولار أمريكي ويصل سعر الطن إلى نصف مليون دولار بسراتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل حجاج سقطرة يصلون إلى بيت الله الحرم أهلا بكم من جديد أعلن المسؤولون في منفذ الوديعة البري تفويج آخر دفعات الحجاج اليمنيين إلى المشاعر المقدسة مساء أمس السبت قال مدير المنفذ مطلق الصيعر في تصريح خاص للغد المشرق إن عملية تفويج أكثر من 11 ألف حاج من مختلف المحافظات اليمنية تمت بكل سهولة ويسر آخر دفعات الحجاج اليمنيين تقادر منفذ الوديعة البري إلى المشاعر المقدسة نحو 200 حاج تقلهم هذه الحافلات كانوا آخر مواكب المفوجين برا وصل أعداد الحجاج المقادرين أحد عشر ألفا ومئتين وثمانية حاج فوجوا خلال العشر الأيام الماضية بكل يسر وسهولة حقيقة أننا وضعنا خطة في لجنة يسير أمور الميناء المكونة من كافة الجهات المختصة مدنية وأمنية وعسكرية وعملنا عدد من النقاط التي من الممكن أن تساعد في عملية التفويج أبي شر وسهولة ووضعنا الخطة وتم إقرارها من الجهات المختصة في المنفذ وتم المضع في ترتيبها وتمجيذها على أرض الواقع لم تمنع الحرب ولا الظروف الاقتصادية الصعبة هؤلاء من أداء فريضة الحج قدموا رقم العراقيل ووعورة الطرق فالقلوب حين تهفو إلى البقاع الطاهرة لا تستطيع كل العراقيل منعها لم يكن منفذ الوديعة هذه المرة المسار الوحيد للحجيج حيث جرى تفويج نحو عشرة آلاف حاج عبر مطاري عدن وسيئون حقيقة أن يشهد هذا العام نجاز كبير جدا في عملية الترتيب والتنظيم والتنسيق مع الأشقى في الجانب السعودي الشكر والتقدير الأخوة في القيادة السياسية مثلها برئيس المجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الأخوة في وزارة النقل وفي محافظة حضر موت سلطة المحلية والأخوة في الحيط النقل البري وبتنسيق مستمر مع الأخوة في وزارة الأوقاف والرشاد الفرق التطوعية الحضرمية شاركت كعادتها في تسهيل مقادرة ضيوف الرحمن لسنوات عدة تنصب هذه الخيام المزودة بالوجبات الجاهزة ودورات المياه أضيف إليها مؤخرا عيادة طبية تقدم خدماتها العلاجية مجانا وهو ما دفع إدارة المنفذ أن تعلن هذه المرة أن عملية التفويج هذا العام نجحت مئة في المئة عيد روس الخليفي من منفذ الوديعة البري لقناة القدر مشرق هذا واستقبل وكيل وزارة الأوقاف والرشاد لقطاع الحج والعمر مختار الرباش حجاج بيت الله الحرام الوفدين جوا من محافظة سقطرة والبالغ عددهم 86 حاجا وحاجا وشهد الوكيل الرباش بالتحالف العربي والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لتسيير رحلة خاصة لنقل حجاج اليمن الوفدين من سقطرة إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية رغم بعد المسافة في خطوة لاقت ارتياحا من الجميع عقد في مدينة المكلة لقاء التشاوري الأول لفناني ومسرحي حضرموت وناقش اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بالثقافة والفن وأوضاع الفنانين في حضرموت لقاء تشاوري هو الأول من نوعه لفناني ومسرحي حضرموت اللقاء نظمته الإدارة الثقافية بالهيئة التنفيذية الانتقالي حضرموت في مدينة المكلة تحت رعاية الرئيس عيدروس الزبيدي وشارك فيه نخبة من فناني الغناء والمسرح ورواد الفكر والثقافة في حضرموت كانت الثقافة حاضرة بقوة وكان الفن حاضر بقوة في حياتنا اليومية بالأسف اليوم علينا أن نعيد هذا القيم وهذه المنظومة وبإذن الله تكون حياتنا فيها إبداع فيها من الفن فيها من الثقافة وبعد بناء الدورة بإذن الله الزف التهاني لكل الشريحة في بلدنا الحبيب وخاصة في محافظة حضرموت بأن المجلس الانتقالي وضع أمام نصب عينه بأن يقوم ويكون المدافع الحقيقي والمشجع لهذه الفئة التي طالما وهضمت حقوقها أوضاع الفن والثقافة والسبل الكفيلة باستعادة الدور الفني والثقافي وتفعيل نشاط المسرح تم مناقشتها في هذا اللقاء إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الفني والثقافي والمسرحي في حضرموت نحن نحتاج حقيقة من الفنانين بشكل عام البصريين والأدائيين والسمعيين نحتاج الاهتمام أكثر دائما الفنون هي الوجه الحضاري دائما لجميع المجتمعات وحضرموت كانت وما زالت تزخر بالكثير من الفنون نتمنى الاهتمام أكثر للحفاظ على هذا الموروث والحفاظ أيضا على الفنانين الموجودين واستقطاب الفنانين بشكل أكثر الفنون السبعة ومن ضمنها المسرح أنا أتكلم عن المسرح والتمثيل فنحن الحمد لله مدام هذا الفرصة جات ما بنضيعها فنطلب من المجلس الانتقالي أن لا يخمد بعد ما ثار ونقول الحمد لله مدام الآن نحن طلعنا بداية السلم لازم نكمله بثق عن هذا اللقاء اليوم طبعا لجنة للمتابعة تم ترشيحها من قبل الحاضرين وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وإلى اللقاءات نقدم إن شاء الله توصيات مهمة خرج بها هؤلاء المجتمعون ستعيد ألق الفن والثقافة في حضرموت أبرزها استيناف نشاط معهد الفنون في المكلة والذي أغلق بعد اجتياح الجنوب في صيف أربعة وتسعين إلى جانب إنشاء صندوق الرعاية الصحية للفنانين لقناة الغد المشرق محسن بالبحيث المكلة أظهرت دراسة ألمانية أن معظم الأجسام المضادة المتاحة لعلاج مرضى كورونا لا تمنع المتغيرات الفرعية الجديدة على الإطلاق أو تمنعها بفعالية منخفضة لأن هذا الجسم المضاد حجب جميع المتغيرات المختبرة بكفاءة عالية وأوضحت الدراسة أن متغيرات أوميكرون الفرعية الجديدة تكون مؤثرة بشكل أسوأ من سابقاتها القديمة عن طريق الأجسام المضادة ناتجة بعد التطعيم أو التلقيح متبوعا بالعدوى لذا هذه المتغيرات الفرعية الجديدة هي متغيرات هروب مناعية استغل فنان في نيويورك وباء كورونا ليخرج بمجموعة متنوعة وفريدة من قطع الديوراما الفنية ليصور من خلالها مشاهد بروكلين الحضارية بالإضافة لمجموعة من الأماكن الريفية الأخرى نتابع اشتركوا في القناة شهدت القرة القطبية الجنوبية درجات حرارة مرتفعة تسببت في ذوبان القمم الجليدية في أقصى جنوب القرة بمعدل لم يسبق له مثيل ونتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة شهدت جزيرة إيغي ظاهرة غريبة ومرائبة تبدو كأنها دم يتساقط والتقطت مجموعة من الصور المريبة لما سماه الباحثون تلجى الدم حيث يشعر من ينظر إليها أن الأرض تنزف دم فيما فسر العلماء الظاهرة بأنها تحدث بسبب ظهور بعض الطحالب نهاية النشرة وهذا تذكير بأهم العنوين قوات مكافحة الإرهاب تبدأ حملة أمنية ضد التنظيمات الإرهابية في أبيان وارتياح كبير في أوساط المواطنين ميليجيات الحوثي ترتكب عشرات الخروقات للهدنة الأمامية في الساحل الغربي واستشهاد جنديا من القوات المشتركة منظمة دولية ترصد مقتل وإصابة أكثر من أربعين طفلا بسبب ألغام ومتفجرات الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الثلاثة الماضية يمكنكم متابعة المزيد عبر حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعية الغدوائية إلى اللقاء موسيقى